ممكن كنت أسألك قبل الفاصل على أن اللعيب لما بيقعد على الدكة وبيحس أنه مظلوم يبتدي بعض العروض ممكن لو تجيله حتى لو كانت لأندية ممكن تكون منافسة للنادي بتاعه ممكن يفكر فيها جالك عرض نادي زمالك؟ أنا عارف نادي زمالك جالي من خلال نادي المصري إزاي يعني؟ يعني أنا ممشيت من نادي الأهلي الحمد لله عملت مستوى قويسة ما جالتش وانت في نادي الأهلي؟ لا وانا في النادي الأهلي كان كل سنة بيجي لي عروض طبعا مش من نادي الزمالك كان بيجي لي نادي اسماعيلي نادي الاتحاد نادي المصري ميم تاني أنا مرة جاني عندي 15 سنة كان أسمنت سويس أو غزل سويس كان في الممتاز وكانوا عايزيني وانا عندي 15 سنة فكل سنة بيجي لي تعرف في شوية كده بتوعان لهم أولادي النادي زي أسامة حسني زي أحمد بلال فضل أحمد السيد الناس دي كنا احنا ظاهرين وفيه فرص صعبة جدا أنك كنت تلعب فكان بيجي لنا عروض فالنادي بقى كان يقول لك مثلا طلع ده استنب ده لكن كنت لها من ضمن الناس اللي كان هما ده من يقول لك ده مستقبل النادي فما ينفعشين جالك إذا كنت في المصر؟ روحت المصري الحمد لله أعملت مستوى قويسة وكنت في منتخب مصر جالي يعني فيه اثنين مدربين يعني هما كانوا يعني كانوا عايزينني مرة مع كابتن حسن شحاتة ومرة مع كابتن حسام حسن فأنا كنت في المصري والحمد لله جالي كذا عرض والنادي المصري كان يعني كانش عايز يسيبني بسهولة وممكن فقال برضه فترات كويسة أننا لعبت في نادي المصري كانت فترات كويسة جدا جالي نادي الزمالك وفعل بالفعل عدت مع دكتور عبدالله جورج في الوقت ده قاف بيته وكان خلاص والشي كانت موجودة وكل حاجة موجودة يعني كانت مبلغ رهيبة إن أنا كنت أبقى موجود وكده وجالك الهاتف لأ أما لإيه؟ لأ مش هاتف طبعاً تعرف نادي زمالك نادي كبير وإسمه وأي حد يتمنى يلعب فيه ولكن تعرف أنا نادي إن أنا يعني بعد ما عدت وديني تمام والفلوس موجودة أه بتفكر إنك ما تنضيش؟ إيه اللي جي في دماغي؟ جي في دماغي يعني أنا مش عارف أنا فجأة كده حسيت إن أنا يعني يعني مش عارف مش عارفت الفنانة البيضة يعني؟ لا لا الفنانة البيضة طبعاً يعني أي حد يتمنىها وأي حد يتمنى لعفنانة الزمالك وإسم كبير وجمهور عظيم فأنا شايف إنه برضو دي حاجة كان أي وإيه اللي حصل؟ قعدت وقلت لكابتن حتى كابتن سمع اليوسف كان موجود ساعتها مش كان موجود معانا بس اتكلم في التليفون مع دكتور عبدالله جورج دكتور عبدالله قال له أمير لسه بيفكر والشيكات موجودة والفلوس موجودة فأكلمني فقال لي أمير قلتوا يا كابتن تبصال لي استخارة فقال لي لا الشيكات اللي قدامك دي هي الاستخارة ده شغل الاستخارة اللي يجي لك فأنا قلت له يعني يا كابتن تبصيبني أول ما رحت نادي المصري كابتن طلعت يوسف كان ساعتها قال الأمير لها مش عزة كتمشي الصراحة ومستر كامل قال لي خلاص كامل معانا وخلاص مشيت الأمور كده كلمني ده كان وقت تطريباً لكابتن حسن شهاته بعد كده كابتن حسام وكابتن إبراهيم كانوا مسكين نادي الزمالك ففيه مطش لو تفتكر يا كابتن كان مطش محمد إبراهيم اللي هو في الآخر جاب جول سن الجازمة كده معروف المطش ده خسن لوحد صفر كابتن حسام وكابتن إبراهيم كانوا معايا فنزلوا للملعب كابتن إبراهيم وقال لي كابتن حسام عايزك فأعدت معايا في القوضة قال لي أمير أنا عايزينك في مجلس زمالك طروا تمام وكان الدكتور أشرف صباحي كان عطاكد كان عاود مجلس إدارة في زمالك زمالك فكلمني برضو وكانوا عايزين يجي وخلاصوا معايا وكانوا عندنا معسكر في اسكندريا فكلمت معهم فكتن حسام بعدها بأسبوع عشر تيام أو حاجة كده كانت ريمان ميشي وجنة مصري قال لي بقى خليك أعب بقى